الحمد لله الذي منع علينا بوجود سيد الأولين والآخرين الحمد لله الذي أكرم البشرية كرامة عامة بأن جعل من جنسهم محمد صلى الله عليه وسلم وخص المؤمنين بمزيد كرامة وفضل حين جعلهم أتباع نوره إن نعمة الله تبارك وتعالى علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة لا تعد ولا تحصى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفتها أو معرفة ما أمكن منها واتباعها والقيام بحقها فجزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه فقد دلنا على الله تبارك وتعالى وسن لنا الشرائع وخط لنا الطريق وعلمنا الجزئيات فأجمل وبين وفصل وأوضح وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها بعده إلا هالك ما ترك من خير إلا وبينه وأوضحه ولا ترك من شر إلا ونهى عنه وبينه أيضا واجزى الله عنا إمامنا وشيخنا الشيخ إبراهيم يس الذي سنن لنا هذه السنن وسلك بنا هذه المسالك وأوضح لنا هذه الطرق فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام ببعض حقه وأن نصونه في ميراثه لا بمجرد الشعارات والعبارات ولكن بالاقتفاء والعمل الجات ولذلك فإن من الواجب علينا أن نشكر مدير هذه الندوة الشيخ أحمد بكار عمر نينغ لما دأب عليه من جهد واستقامة في إقامة هذه الندوة والتي في كل سنة نرى سعيه فيها بإخراج الكتب وتنقيحها وترجمتها وشرحها وتقريبها بكل اللقات التي يتحدث بها أرباب الفيضة وأتباعها كما نرى أيضا جلية إسهاماته في تطوير الندوة والرقي بها إلى حيث ينبغي بما فيها من تعدد المشاركات من الجنسيات واللغات فالمشاركون من السنغار إلى موريتانيا إلى غامبيا إلى أمريكا إلى فرنسا إلى سكوتلندا إلى بريطانيا إلى قطر هذا كله مما يدل على عالمية الفيضة ومواكبة أتباعها في كل مكان وهذا ما ينبغي أن يستمر ويزداد ويعظم فنشكره ونشكر كل الذين قبلوا المشاركة وإثراء هذه الندوة والحضور الذين حضروا معنا وخصونا بأوقاتهم وتجشموا العناء للحضور معنا فتقبل الله منهم وأقبل عليهم وأحيل الميكروفون لأخي منسق الجلسة الشيخ باي الحاج بن الخليفة الحاج عبدالله نيس ترجمة نانسي قنقر